روح لزميلنا محمد توفيق من أرض الملعب ولقاءاتنا بعد المباراة حياتي نيكا توفيق اتفضل اقتلعنا كاسبان واحد سفر ولكن الأداء في شرطة نانية تطور بقافيه شراسة هجمية أكتر اعتقد التغيرات عمل شغل كبير جدا في المرحب طبعا في البداية برحب بقناة الأهلي اللي دايما مغطية قطاع الناشئين بالكامل وطبعا برحب بكابتن أسامة حسني وضيوف والكرام الحمد لله طبعا على المكسب النهاردة كان مكسب مهم جدا خاصة قبل توقف الدوري للعيبة دراحة المنتخب فدي طبيعة نادي الأهلي والعيبة نادي الأهلي دايما بنلعب كل مباراة على حدا ودايما بنلعب على المكسب وعلى البطولة كانت محمولي ممكن للشروط الأول زي ما اتكلمنا ان كان في بعض يعني ما كانش فيه شراسة هجمية بشكل كافي كان في بعض عدم الربط بين الخطوط ولكن الشروط التاني شفنا الأداء تطور وممكن ده ظهر في تسجيل ثلاث أهداف وضعت جملة من الفرص وطبعا للشكل اتغير الشروط التاني بالكامل الشروط الأولين ما كانش فيه إيجابية على المرمو ما كانش فيه شراسة هجمية لكن كان الاستحواس كله لنادي الأهلي الشروط التاني كان الشغل على الجول أفضل بكتير بدليل نحن ضيعنا كتير برغم عدل الأهداف نحن جبناها لكن كنا نتمنى برضو الأهداف تزيد عن كده لكن الحمد لله طبعا برضو مكسب مهم للولاد قبل توقف الدوري أنهم راحين منتخب فمكسب مهم للمرحلة اللي جاء إن شاء الله والشكل النهاردة والأداء برضو شروط تاني كان أفضل بكتير من شروط الأولين هتتعامل وزيما مع فات التوقف خاصة الفريق يعني قبل التوقف كمان منقوص من العالي كبير جدا من اللعبين موظمهم كمان أعراض لفرقة في الدور الممتاز وكمان هعندك لعبة كتير هتروح للمتخب هتتعامل وزيما هتستغل وزيما فات التوقف والله إحنا عندنا في التوقف فيه كاس مصر تحدد نزل الجدول بتاعهم بارح عندنا مباراة الحرس أول مباراة يوم الحد الجاي معنا في مجموعاتنا الحرس في اسموحة والإسماعيلي بياخدوا أول وتاني وبنبدأ نلعب المرحلة التانية قبل النهائي ففات التوقف إن شاء الله بنستغلها في مباراة الكاس إن شاء الله بإذن الله نحق برضو بطولة كاس مصر لمواريد 2005 عندنا إعراض آه وعندنا لعيبة في الدرجة الأولى لكن برضو معنا لعيبة محترمة معنا أولاد ماشيين بشكل كواس جدا وطبيعة النادي الأهلي طالما أنت لعيب مكاتف النادي الأهلي إذن أنت لعيب كبير جدا فكل الوادي الحمد لله بيشاركوا كلهم بياخدوا فرصهم وبيقدوا بشكل كويس جدا ونتمنى إن شاء الله إن إحنا عمدنا هدفين هدف جماعي وهدف فردي الهدف الجماعي إن إحنا بنلعب على أي بطولة بنشارك فيها سواء كاس مصر أو بطول الدوري والهدف الفردي إن إحنا نقدر نضلع أكبر عدد من اللعيبة سواء عارات أو درجة أولى تفيد النادي ويبقى إن شاء الله تحسب للكطاع بالكامل لكابتن بدر وكابتن شاوي وكابتن ريد سليمان ودي طبعا كويسة جدا لهم جدا يعني فنتمنى إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل لهم بإذن الله